الإضراب السياسي تصعيد لقوى إعلان الحرية والتغيير وهو من الكروت الضاغطة التي تستخدمها بين الفينة والأخرى في المقابل يواجه المجلس العسكري هذه الكروت بتصريحات تؤكد مشاركته لهم في إحداث التغيير في البلاد لما يهدد التفاوض ويزيد من حالة الاحتقان التي تزداد يوما بعد يوم المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الثاني احتقان المفرطة التي تشهدها السحة السياسية والثورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حالة لم تكن متوقعة خاصة بعد العناء والضنك الذي زاق المواطن منه الأمرين منذ النظام البائد والذي بكل أسف ما زال ممتدا حتى بعد زوال النظام ويرى مختصون لا بد من تكملة مشوار الثورة لتحقيق غياتها عبر طي الخلافات وإسكاء روح التسامح بين الفريقين لعبور الخطوة نحو الانتقالية هناك احتغان وحالة تغطيعة ما بين المجلس العسكري وبين تجمع المهنيين والشارع السوداني فتحتاج الغضية لتغديم العديد من التنازلات إذا كان من المجلس العسكري أو من القوة قوة التغيير وتوصيل رسالة حقيقية في كيف ندعم مع الأزمة الحالية الآن الموجودة استخدام أدوات الدولة وتكتيكاتها بين الطرفين المفاوضين وبقية المكونات السياسية الأخرى المشاركة في المشهد السياسي تصفها بعض القوى السياسية بأنها المتسببة في تأخير المسير بصورة المطلوبة مطالبين بكامل إزالتها حتى لا تقود البلاد إلى الأوضاع الكارسية المتوقعة وأنا بفتكر الآن الميال والوضع الراهن ده ما فيه خير ما فيه خير البلاد بأي حال من الأحوال سواء كان المجلس العسكري أول هو التغيير والحرية الآن الاثنين بوصلوا البلد إلى مرحلة سيئة جدا الآن أنا بأتخذ من الناس العديد من الملفات الوطنية المهمة مثل ملفات السلام والعلاقات الخارجية تعد من الملفات ذات أبعاد استراتيجية يجب التعامل معها من منطلق الدوافع الوطنية الخالصة التي تجسد المشهد الثوري بين كافة أبناء السودان في محاولنا الدولية نتوجه حسب مصالحنا الوطنية إعلاء السودان أولا مصلحة المواطن السوداني أولا بلدي أولا نرمي القبلية نرمي الحزبية نعلن شعار الحصة وطن وطننا هو السعر ولتجاوز هذه الحالة من الاحتقان الواسعة في المشهد السياسي نتيجة لتعثر المفاوضات التي قادت إلى تصعيد فعلي من قبل الحرية والتغيير اتضح جليا في يومين من الإضراب لا بد إذن من اتفاق أو حلول وإن كان عبر المحكمين أو الوسطاء ذلك لتفويد الفرصة على المتربصين الذين يريدون الإخلال بالأوضاع الأمنية في البلاد بحسب المجلس العسكري موضان عبدالقادر لقناة طيبة الخرطو ترجمة نانسي قنقر